السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهيوات أم عبير وصفوان ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في إطار شهيوات عيد الأضحى سنقوم بإطار معكم إن شاء الله واحد للوجبة اللي مركشية اللي هي باولو أو لحم الراس على طريقة تنجية تيجي من أرواع ما يكون صدقوني إذا جربتوا هالطريقة ستحمقوا عليها وإن شاء الله أكيد ستجربوها جاي العيد الأضحى إن شاء الله فبدلوا شوية دائما هذا اللحم الراس يعني مفور أو لمبخر ديروا هالطريقة هذي وغادي تترحموا لي عليه الوالدين كيف ماشتوا اللحم الراس راني شديتوا يعني قطعوا لي القزار على أربعة وغسلتوا مزيان ورقدتوا في شوية ديال الملحة وكيف ما غتشوفوا معايزت عليه واحد طريفات ديال اللحم كان ديروا خمسات الفصوص ديال التوم كس ديال الزيت صغير ديال الزيت زيتون شوية ديال السمن مصير الحمد مصير شوية ديال الملحة هنا عندي الكامون البلدي فالكامون البلدي كان صهدو كان خلي المقلقة تصخن وكان ديروا فيها وكان نطحنو مباشرة كان طحنو تيتفتحن مزيان تيجي ملكوك كيف ماشتو هنا عن دير إن شاء الله هنبدو الطريقة ديالنا انسي سمقتلكم زعفران الحور ضروري فاد الوصفة راني رقدتوا في شوية ديال قدرتوا في شوية الكاس صغير ديال الماء وكيف ما كتشوفو هنا كنديرو هادا دكتريفة ديال الحم ودكتريفة ديال الحم الراس كنديرو كوشي في الكوكوت هادل وجبكة طيب فقعافية مهيلة وكتجي غزالة البنات صدقوني إذا جربتوها والله العظمي لكتجي لديدة هادل وجبكة تكون في جمع الفنا نكمل معاكم مقادر هنديرو هنا يا مائقة كبيرة ديال كامون يكون بلدي البنات كان نأكد أنه يكون بلدي والحامض المصيرة اللي بنات ما توفرش لي انا ذاك الحايل فقديندير هاد الربح حامضة مصيرة كيف ما تشوفو معايا هنزول لادوك العظيمة اللي فيها وقدينقطعوها يعني بالجلفة ديالها باللوب ديالها بكل شي أربح حامضة مصيرة هاديندير هني واحد للخمسة ديال فصوص ديال تومة ولا ستة لحسب الكمية اللي ديرين تومة ديال الحم الراس هادينخلاها بالقشرة ديالها غير هادينغسلهم وقدينضيفهم مباشرة في الكوكوت هنيا عندي كاس صغير ديال مرقدة فيها الزفرار الحر ديروا هالكيميالا بأسة بها باشكال جيلديه دهد تنجية هادي او لا باولو هنه غديندير هنيا نص كاس عفوا كاس ديال كاس ما عامرش ديال زيت الزيتون كتعرفو الحم الراسرها عامره دهون فما تكتروش الزيت البلدية واللي عندو مشكيل في الدهون يمكن لكم ديروا زيت الرومية كام خلطة مع الزيت البلدية غير ما تكتروش الزيت بزاف يعني كاس ما عامرش كاس صغير ما عامرش صافي هنغسل هادك الكاس اللي كان فيه الزفران شعره هاديندير جوجة الكيسان منه هادا الكاس اللول يعني درنا الكاس اللول فيه الزفران هادا الكاس ثاني و هادين نزيد الكاس ثالث صافي هادو هادو مل مقادر هادينخلطو دكشي مزيان كيف ما غتشوفو هننحركو المكونات و غد نضيف واحد شوية دي الملحة باش ما تجينيش هاد هاد التنجية دي الحمرراس ما تجينيش يعني باسلة او لمسوسة غد نزيد شوية دي الملحة لانا ما ديرش الحامض المصير دك اللي كيكون حايل الحايل كنعرفوه كيكون ملح بزاف فانا ما توفرش لي تسالة لي يا البنات قوة ما كان نديره بزاف الوصفة تسالة لي يا ضغية هاد العام فاكيف مرشتو ندير شوية الملحة و غد نصدو الكوكوت دينا و غد نديروها على عفية مهيلة كنأكد البنات ديروها على عفية في الاول عفية مجهدة غيت تتفر الكوكوت انا غد نمريكم طريقة و مرحبا بيكم لا كنتو اول مرة كتشوفوا قناة شهوة ومعبير وصفوان كانت بنا ان شاء الله تأونوا معنا و تشجعونا بلي لايك ديلكم باش هاد الفيديو هادي كيشوفوا اكبر عدد دي الناس و كيستفدوا من طابعة الحال كيف ما اشتوها دي نديرو نديرو الكوكوت دينا فوق النار تكون مجهدة في الاول غيت نشوفها كتصفر كنهبطو على العفية كيف ما تشوفوها تولي شميعة العفية تولي شميعة و نخليوها ساعة المقانة هنا يا البنات درت واحد شليدة هكدا بالزربة خفن زربن فيها خيز زوج البانا وبطيطة و الروز مع مليحة و نخليوها تقيطة بمزيان و هنا كيف ما كتشوفو هاد المطلوع بيدون غلوتين البنات والله العظيم الى بيدون غلوتين و جرائع ما نقول لكم كيف الجماع ان شاء الله ناجح نديرو معكم الوصفة ان شاء الله هنا يا ديك شليدة دينا بد ما طابت بد ما تسلقات عفوان او لا فورو انتو ما يبغيتو فادي ندير ديك الافينيغريت ديك الاصوس الافينيغريت فيها مليحة و ليبزار شوية الخل او شوية الحامض اللي بغيتو من الاحسن الحامض العسرة الحامض و شوية ديال زيت الزيتون صفي كننحطوها هكدا فوق هاد الشريدة هذي و كنحركوها و كتصبح جاهزة هنا يطلقية ديال العطابت كيف كتشوفو كتعطين لغي واحد اللي ديمة هكدا ديالها ما كيبقاش فيها لما نهائيا كنخليوها فوق البطيط و كتشحر مزيان صفي الطبق ديالنها هو وجد كنقدمو لكم الصحة و العافية والله يدخل عليكم ان شاء الله العيد باش منك تتمنو و كنتمنو ان شاء الله تدعموني في قناتي باقي صغيرة كنتمنى تدعموني ان شاء الله باش نزيد نعطي المزيد و المزيد من الوصفات كيف كتشوفو تنجيارة هجتة ما شاء الله زبدة طيبة زبدة و ما تنسو تشوفو الوصفات الاخرى هنا يكن نوجد معكم طويجين ديال المخ تلغن ميم شرمن و ان شاء الله سنقدم معكم وصفات عديدة في هذا العيد الكبير ان شاء الله يا ربي و اللهم اديمها نعمة و احفظها من الزوال شكرا لكم على المشاهدة و السلام عليكم ورحمة الله